انا الفقير الى رب البريات انا المسيكين في مجموع حالات انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير ان يأتنا من عندياتي لا استطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع اذا حاطت خطيئاتي الا باذن من الرحمن خالقنا الى الشفيع كما قد جاء في لاياتي ولست املك شيئا دونه ابدا ولا شريك انا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما قلت بك كما قالت بك وما رأينا في الجانب هناك هاته موذيك نعرف الاسلامي هناك هاته موذيك في كل موسلم مرحة عامل ومعني لنسبه كما تروحيب ومعني كما تروحيب شكرا لك شكرا لتعطينا هذا المال، شكرا لتساعدني، شكرا لتحاولي من أجل 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 و لكن الله تعالى و لله المثلون أعلى الله تعالى و لنا لديه و ليلة كله سببه يأتي لنا و عندنا الناس يأتي لنا و كان عاملا بمقتضاها في القول والفعل و ما ترؤمنا يبعث يوم الحشرين جناتنا فإن معنها النبي علي دلت يطينا و عجتيني أليس بالخط إلى مباد إلا الإله الوحيد المفرد بالخط إلى أشق و التدير جلت الشرك والنظير الحمد لله حمدا ليس منحصرا على لياليه ما يخفى و ما غفر و الصلاة وتسرير سلحي منه ما ف الصلاة دقا العاجب والمغرا فعدالذي شاد قلياة المدقسما و اكساد كل الورى فحفا و مفتقرا نبينا أحمد الهادي و عطريبي و صحبه كل جمال و صحبه كل جمال و صحبه كل جمال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و صحبه كل جمال و صحبه كل جمال و صحبه كل جمال و الصحبه كل جمال و صحبه كل Hawaii رب الله صلى الله عليه وسلم is عمارة المساجد building, establishing مساجد أزال إمام الأوزعي رحمه الله تعالى he said خمس كان عليها أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم five things that the companions of the messenger of الله صلى الله عليه وسلم were upon this was something بارك الله فيكم that you would recognize clearly among them he said لزوم الجماعة clinging to the jamaعة واتباع السنة adhering to the sunnah وعمارة المسجد establishing the masjid وتلاوة القرآن reciting the Qur'an والجهاد في سبيل الله and striving in the path of Allah عز وجل brothers and sisters this is something that is easy if Allah عز وجل تبارك وتعالى makes it easy and one of the ways that we can accomplish this is by cooperating upon righteousness and piety and assisting one another and the reward is great as we know in the authentic hadith whoever builds a masjid فَأَلَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى then Allah عز وجل will build for them a home in paradise may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of our brothers and all of our sisters with paradise and give them the good of this world and the good of the akhira وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا and the good of the akhira 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 and the good of the akhira